فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وإلى سواحل الشام وأرمينية أما كانوا قبل الإسلام محصورين في جزيرة العرب ولما جاء الإسلام وانتشرت الفتوح انتشر الإسلام في المشارق والمغارب فالعرب انتقل كثير منهم إلى البلاد الأخرى من بلاد فارس والروم واستوطنوها وانتشروا فيها ولا يمنع هذا أنهم عرب وإن استوطنوا بلاد العجم كما أنه لا يمنع من استوطن بناد العرب من العجم أنه عجمي في الأصل قال وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيره التي هي خارج جزيرة العرب ثم انقسمت هذه البلاد قسمين منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره أو يعرفونه وغيره مع ما دخل في لسان العرب من اللحم وهذه غالب مساكن الشام والعراق والمصر والأندلس ونحو ذلك وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما ومنها ما العجمية كثيرة فيهم أو غالبة عليهم كبلاد الترك خراسان وأرمينية وأذريبجان ونحو ذلك يعني بلاد العجم لما انتشر فيها العرب واستوطنوها بموجب الفتوح الإسلامية وانتشرت فيها العربية لأن العرب نقلوا معهم اللغة العربية والقرآن فرضها على الناس لأن القرآن باللسان العربي مبين فبلاد العجم بعد ذلك منها ما غلب عليه العربية ومنها ما باقي على عجمته وغلبت عليه العجمية وإن كانوا مسلمين قال في هذه البقاء انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء وإلى ما هو عربي انتقالا وإلى ما هو عجمي نعم إلى ما هو عربي ابتداء وهو جزيرة العرب وإلى ما هو عربي انتقالا وهو ما سرت إليه العربية من بلاد العجم وإلى ما هو عجمي وإلى ما هو عجمي باق على عجمته ويبقية بلاد العجم التي لم تنتقل إليها العربية